عايز أقول لكم أنه النهاردة الأهلي بيختتم السلسية التجربية في مباراة طلاع الجيش اللي انتهت بالتعادل صفر صفر وكان سباها فوز الأهلي في المباراة الماضية وأيضا فوزه على بيتروجيت أعتقد بيتروجيت خمسة واحد ثم الفوز على أسوان اتنين واحد والنهاردة التعادل مع طلاع الجيش عشان يستكمل مرسيل كولر السلسية الودية استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري اللي هتكون يوم 9 أكتوبر المقبل إن شاء الله في دور الاثنين وثلاثين لدوري الأبطال الفترة اللي فاتت أنا رحت النادي يعني في حاجات كده تديلك مؤشرات على جو العمل طبعا بعد ما عدت مع الكابتن الكابتن أل حسابكو بقته بتعوى وعنده مشوار فأنا هو حتى حرصت أن أنا أروح عشان أتعرف على ما خدتش يعني خمس دقائق العملية ما تكلماش في حاجة خالص سيد قال لهم دفلاني الفلاني وكذا كذا كذا قلت له كابتن سيد هيبقى بيننا من بعد بعد كده تنصيق ولقاءات عشان يبتدي تكلف ما يخص الفريق والراجل على الواقف كده اتعرفنا على بعض وأنا رايح بقى فجئت بقى مش فجئت لقيت إن كل هوا شاف بص بص الأسوار الأسوار دي كانت سلك وكان أعضاء النادي بيجيبوا كراسي ويتفرجوا على التمرين بقيت إيه جدار مصمت ما بيزعش الوديات الراجل ده يعكب في عمل صامت وجد أنا بحترم ده وبيشتغل أما روح هو كان شغال مع خمس لعيبة فققا هو بيرستاو كان موجود وكان موجود وكان ديانج راجع لسه واللعيبة الدولية اللي رجعت من المنتخب والراجل بقى طبعا بيديك طاقة إجابية على طول مبتسم يا جبراني بس مش مبتسم بابتسامة اللامو بلاه لا ده هو مبتسب عشان يعني يصدر لك طاقة إجابية وصيقة وممكن هو مبتسم كده يدي لك كلام تقيل يعني يعني يدي للعيبة القاتل الباسم آه يعني هو الناس بتشتغل بجدية والناس ربنا وفقهم مش عادينا نستبق الأحداث لكن ربنا وفقهم طالما أنك بتاخد بالأسباب هو ده المطلوب منك ده كان اكتمال التمرين بعودة الدوليين ومشاركتهم في جزء من المباراة النهاردة بكرة الفريق هستأنف تدريباته الصبح إن شاء الله ثم يواصل بقى تدريباته اليومية من خلال المعسكر المفتوح يعني الناس هترجع للوضع الطبيعي أنها تتمرن وتروح لغاية يوم الخميس إن شاء الله موعد السفر إلى تونس يعني في ناس شايفة أن ظروف المطشة دي مش كويسة يعني يعني مثل زمالك زعلن أنه كان بلعب دور 64 أنا شايف أن دي قد نقطة إيجابية لأنك جاهزته آه رائع جاهز لعبت المطشين رسمي إنما أنت دلوقتي راجع على ماتش تقيل الاتحاد المنستيري واضح أنه مواخد الأمور بجدية بدليل أنه في الباسكتبول كسب البطول العربية آه 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 بعد مباراة قوي جدا على فريق زمالك اللي كان بطل قبليها فإنت إذا نادي واخد الأمور بجد ما أتصورش أنه مش هيهتم بالكرة طالما أنه يهتم بالباسكت أو كده وهو اللي بيمثل تونس طيب بمناسبة فهو هيلعب 2 أكتوبر آه مع الإفريقي وبعدين عايز أقول حاجة يعني أنت مش هقول بتقابل مجهول لأنه ما فيهش فيه مجاهيل دلوقت اللي عايز يعرف حاجة هيقدر يجيبها بسهولة جدا آه وكلنا هنبقى زي الكتاب المفتوح قدام بعض لكن هو فريق قوي آه فريق قوي ترجمة نانسي قنقر